فرحت العراقيين فرحت أهل بغداد هواية وجودك على رئيس أمانة بغداد الشعب العراقي قام لبس شيء ما لمسه قيلت السنوات السابقة من الأمانة شنو المتغير شنو اللي صار ليش الفترات السابقة عجزوا وليش هذه الفترة بيها متغير ملموس بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم كل عام والشعب العراقي وهالي بغداد بألي في خير ابتداء اليوم أمانة بغداد ما تحظى به من دعم حكومي من السيد رئيس مجلس الوزراء لم تحظى به طوال الفترات السابقة اليوم حكومة الخدمات والمتابعة الميدانية والجدية والمتواصلة السيد رئيس مجلس الوزراء أدت إلى ظهور منجز واضح للمواطن البغدادي في الشارع أمانة بغداد طوال السنوات السابقة تعرضت لظروف عديدة بعد عام 2003 لعل بعض السنوات كانت هناك شحة في التخصيصات لعل بعض السنوات كانت هناك وفرة في التخصيصات ولكن سوف الإدارة والتخطيط اليوم الحمد لله في ظل توجهات السيد رئيس مجلس الوزراء في ظل وجود كوادر متخصصة بعد التغييرات الإدارية التي طرأت على أمانة بغداد اليوم الحمد لله هناك خطط طموحة ملفات مهمة تخص الخدمات في العاصمة بغداد خططنا لها وهي تسير وفق ما مخطط لها وفق توقيتات زمنية محددة اليوم الحكومة تعمل على أنه لا توجد هناك مشاريع متلكة حتى المشاريع المتلكة سابقا عملنا على أنجازها وإكمالها في وقت قياسي فترتكم قصيرة شوك تلحقت لذلك كلهم نعم اليوم هو ليس موضوع توقيتات ولكن اختيار الشركات بشكل دقيق وصحيح بالإضافة إلى المتابعة الميدانية ووضع برامج زمنية لتنفيذ هذه الأعمال الحمد لله أدى إلى ظهور ناتج كبير في الشارع للأسف في الفترات السابقة لم يشهد الشارع البغدادي أي أعمال تطويرية تجميلية تخص شوارع المدينة أو تخص توسع الشوارع أو توسع الطرق أو إنشاء حداق ومتنزهات أو مشاريع نوعية يلمسها المواطن بشكل ملموس لا نقول أنه الفترات السابقة في أمانة بغداد لم تكن هناك أعمال في الأمانة لكن كانت هناك أعمال للبنى التحتية التي لا يلمسها المواطن هناك أعمال في قطاع المياه في قطاع الصرف الصحي لم يلمسها المواطن ولم يلمسها للماضي؟ لا هو ليس تجميل للماضي ولكن مثل ما بديت حديثي أنه لكل فترة كانت هناك عوامل ومؤثرات معينة حدرتها قلت بالبنى التحتية ونحن بكل زدياد بالأمطار نشوف أكو أزمة بالموضوع البنى التحتية نعم اليوم مثلا قطاع الصرف الصحي الذي جناب الشيء تتحدثين عليه أغلب شبكات الصرف الصحي هي شبكات قديمة متهاركة منذ الستينات في القرن الماضي ولكن اليوم عملية الصيانة والإدامة وتجديد هذه الشبكات بالإضافة إلى إنشاء خطوط صرف صحي جديدة بالإضافة إلى تأسيس مشاريع معالجة جديدة اليوم ثلاثة مشاريع حيوية السيد رئيس مجلس الوزراء أقررت ضمن موازناتنا ونعمل على إعلان هواي حالثة في وقت قريب جدا اليوم بغداد ونقولها بالفهم أمانة بغداد هي جزء من الملوث لنهر دجلة في حوض النهر في مقطع الذي يجري ضمن العاصمة بغداد ولكن هذا لا يعني أنه أمانة بغداد تقف مكتوفة الأيدي أمام إنشاء مشاريع جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي اليوم أسسنا لثلاث مشاريع بعضها في مرحلة الدراسة الاستشارية بعضها وفرنا لها تقصيصات ماضين باتجاه إعلانها إن شاء الله مع اكتمالها وفق رؤيتنا اليوم بغداد ستصبح من المدن التي لا تلوث مياه النهر اشتركوا في القناة